صرح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تلقت اليوم بلاغا من مسؤولي كنيسة الأنبابيشو بيلمينيا بالتصاعد أدخنة وحريق بإحتقاعات المغلقة بالكنيسة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح كما صرح المصدر الأمني أنه تبين أن الحريق نشب بسقف القاعة غير مستخدمة وبسؤال مسؤولي كنيسة وشهود الواقع أكدوا أن الحريق نتجا عن ماس كهربائي وجاري اتخذ الإجراءات القانونية في غدون ذلك وأيضا أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع حريق حيث أعلنت الوزارة أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من موقع الحريق وتم إسعافه في موقع الحادث وحالته لا تستدعي النقل للمستشفى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر